من موقع كارثة زلزال المغرب وغير بعيد عن بؤرته في إقليم الحوز وسط البلاد كان التحدي الأكبر إغاثة أهل القرى ورغم وعورة الطريق وضيقها لم يمنع ذلك فرق الإنقاذ والقافلة التطوعية من شق طريقها نحو أبعد المناطق لمد العون لأسار شردت وأفراد فقدوا ذويهم تحت أنقاض البيوت التي سقطت على رؤوس أهلها في تلك الليلة تناولت العشاء وضعت رأسي على مخدتي وكنت أستعد للنوم بينما ذهبت زوجتي لتغلق باب الغرفة التي تنام فيها ابنتي فجأة اهتزت الأرض من تحتنا وبدأ صراخ زوجتي وابنتي تعالى لم نكد نصل إلى باب البيت حتى نهار بيتنا جمال مناظر المنطقة وطبيعتها الخلابة عكر صفوها زلزال ترك بيوتا مدمرة وأخرى شبه منهارة حتى أولئك الذين لم تصب بيوتهم بمكروه آثر المبيت في العراء خوفا من هزات ارتدادية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فاجعة دفعت لمبادرات تطوعية أتت من داخل وخارج البلاد لأداء واجبها الإنسانية جبنا معنا المواد الغدائية وذلك اللي لازمه جينا باش نلتقيهم مع الناس ونشوفوا الأغراض اللي كتخصهم والأغراض اللي نقصهم الحمد لله المواد الغدائية مجموعة كينا كلها عند الناس موجودة ما لازمهمش المواد الغدائية الخاصة اللي عند الناس هو الأفريشة والخيام استمرار تفاقم الكارثة ضاعف جهود السكان للتخفيف على المتضررين لا سيما أولئك الذين هم بحاجة عاجلة للعون في أقصى المناطق النائية بين الطرق الوعرة والقرى النائية تستمر مساعي الإغاثة من طرف السلطات المغربية بمعية المجتمع المدني لإغاثة ضحايا زلزال المغرب الكبير معاذ الهرى استيرت عربي اقلم الحوز المغرب